مشاهدين تعمل الشركة الألمانية على زيادة حصتها في مشروع أرجان شمال الجزائر بالاستحواذ على حصة شركة إيديسون الأمريكية البلغ 11% في محاولة للبحث عن بدائل للغاز الروسي من السوق الجزائرية كل الطرق تؤدي إلى الجزائر تعليق الاعتماد على الغاز الروسي أخلط أوراق البيت الأوروبي للبحث عن بدائل على المدى القريب وحرست العديد من الشركات الطاقة الأوروبية على الاستفادة من الإمكانيات الهائلة في الجزائر وكان آخرها شركة وينترشالدية الألمانية وتعمل الشركة الألمانية على زيادة حصتها في مشروع أرجان شمال بالاستحواذ على حصة شركة إيديسون الأمريكية البالغة 11.25% وحسب موقع إينرجيفيس قدرت شركة إيديسون الصفقة بقرابة المائة مليون دولار الجزائر تحظى بإمكانيات ضخمة لإنتاج الغاز الطبيعي وتطوير مشروعات الطاقة المستقبلية هذا هو السبب في رغبتنا لتعزيز وجودنا بالجزائر والإسهام في تطوير قطع الطاقة بالبلاد وبذلك ستمتلك شركة سونطراك حصة بنسبة 40% بصفتها مشغلا لمشروع أرجان شمال وستبلغ حصة الشركة الألماني 30.75% أما حصة شركة تريبسول الإسبانية فستبلغ 29.25% زيادة اهتمامنا بمشروع أرجان شمال هو الخطوة الأولى لتحقيق ذلك يمكن للجزائر أن تؤدي دورا في تطوير مشروعات الهايدروجين والطاقة الشمسية والطاقة الرياحة إلى جانب مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه هذا وكشفت تقارير إعلامية أن ألمانيا تسعى لاستبدال الغاز الروسي بالغاز الجزائري صرح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بأن برلين تنوي تقليل اعتمادها على موسكو وتخطط لإبرام صفقات جديدة لاستيراد الغاز من دول أخرى مقترحا أن تصبح الجزائر في صدارة هذه الدول إلى جانب الولايات المتحدة وقطر